بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما تعرفنا في الفصل الثاني على حل البرنامج الخطي بالطريق البيانية نتعرف هذا الفصل على الحل الجبري للبرنامج الخطي في الحقيقة الحل البياني اللي ذكرناه في الفصل الثاني فقط يصلح في حالة متغيرين فقط أو في حالة مجهولين فقط بينما الحل الجبري يصلح في حالة متغيرين أو حتى أكثر من متغيرين هدافنا في هذا الفصل التعرف على الصورة القياسية للبرنامج الخطي استخدام طريقة السيمبليكس ده اسم الطريقة اللي حنستخدمها في الحل الجبري في حل مشكلات تعظيم دلة الهدف ثم استخدام أيضا طريقة السيمبليكس في حل مشكلات تدنية دلة الهدف التمييز بين الحل الممكن والحل الأمثل للبرنامج الخطي استخدام طريقة بيج ام في حل مشكلات البرمجة الخطية ثم أخيرا التمييز بين الحالات الخاصة عند حل البرنامج الخطي أولا ما هي الصورة القياسية للنموذج الخطي أو لنموذج البرمجة الخطية في الصورة القياسية يتم تحويل جميع القيود إلى معادلات وذلك عن طريق إما إضافة متغيرات ده في حالة القيود التي على صورة أقل من أو يساوي إضافة متغيرات إلى القيود التي على صورة أقل من أو يساوي هذه المتغيرات تسمى متغيرات راكدة أو طرح متغيرات من القيود التي على صورة أقل من أو يساوي تسمى متغيرات فائدة إذن إما بطرح أو بضيف أو بالترتيب إما بضيف في حالة القيود الذي على صورة أقل من أو يساوي يتم إضافة متغيرات بينما في القيود التي على صورة أكبر من أو يساوي يتم طرح متغيرات ثم رقم اثنين دلة الهدف بتكون على صورة معادلة جميع متغيراتها تقع بالجهة اليسر إذن الصورة القياسية مرة تانية النموذج الأصلي دلة الهدف لابد من وضعها على صورة جميع المجهيل تقع بالطرف الأيسر للصورة القياسية القيود لابد من تحويلها إلى معادلات إذا كانت أولا القيد على صورة أقل من أو يساوي يتم إضافة متغير راقد وتصبح المعادلة في هذه الحالة على صورة يساوي أو القيد يصبح على صورة معادلة القيد الذي على صورة أكبر من أو يساوي يتم طرح متغير فائد أصبحت أو تحول القيد إلى المعادلة المطلوبة مثال إذا كان ندينا نموذج خطي بهذا الشكل maximize أو تعظيم دلة الهدف وي تساوي 3x1 زائد 2x2 subject to القيود الموجودة عندي هذا هو القيد الأول على صورة أقل من أو يساوي القيد الثاني أيضا على صورة أقل من أو يساوي والقيد رقم 3 على صورة أكبر من أو يساوي القيد رقم 4 على صورة أكبر من أو يساوي بالإضافة إلى قيد عدم السالبي زي ما قلنا في الصورة القياسية لابد تكون جميع المجهيل بالطرف الأيصر إذن الصورة القياسية حتكون أنقل 3x1 للطرف الأيصر وأنقل 2x2 إلى الطرف الأيصر أصبحت دلت الهدف y-3x1-2x2 تساوي 0 subject to القيود القيد الأول في صورة أقل من أو يساوي إذن يتم إضافة متغير راكد ورمزه بالرمز S1 إذن زائد S1 أصبحت معادلة على هذه الصورة القيد الثاني أيضا على صورة أقل من أو يساوي إذن بإضافة متغير آخر هنا سميته S1 رمزه بالرمز S1 إذن هنا أستخدم الرمز S2 القيد الثاني على صورة أكبر من أو يساوي إذن هنا لابد من طرح من الطرف الأيصر طرح متغير S3 القيد الأخير على صورة أكبر من أو يساوي أيضا إذن بطرح S4 أصبح القيد على صورة المعادلة المطلوبة أصبح في هذه الحالة بعد إضافة هذه المتغيرات S1 و S2 وطرح S3 و S4 أصبح النموذج يحتوي على 6 متغيرات X1 X2 و S1 و S2 و S3 و S4 وجامعها لابد تكون أكبر من أو تساوي الصفر شكرا لابد تكون أكبر من أو تساوي الصفر Stephanie